وفي ذات السياق كشف الخبير الاقتصادي قصي صفوان عن طرق وصفها بالشيطانية في تهريب العملة وغسيل الأموال في العراق وقال صفوان أن هناك فساد فردي وعلى مستوى معنوي وهناك شركات تؤسس لتهريب الأموال فالعنوان شيء والعمل شيء آخر مضيحان أن حرمان البنك المركزي العراقي لعدد من الشركات من بيع العملة دفعها للاستثمار في سوق العقارات لغسيل الأموال وآضاف أن مليارات الأموال المسروقة يتم تغيير جنسها وإعادة إدخالها للعراق مرة أخرى من قبل مافيات دولية مستدري كان أن المصارف العراقية خاضعة لرقابة البنك المركزي بشكل صارم لكنه غير مسؤول عن تدقيق الفواتير المصرفية